السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله سوف نقوم باسترجاع جميع الأرقام المحدوفة واستعادتها من جهة الاتصال كما تلاحظ العديد مننا يستخدم الهواتف الدكية على نظام الأندرويد ولكنه لا يعرف كيف يحتفظ بالأرقام التي قام بحفظها في مذكرة الهاتف على سبيل المثال إذا قمت بحذف جميع هذه الأرقام أو تم فورمات للهاتف أو ضع منك الهاتف بأي شكل من الأشكال فلابد أن تقوم بهذه الخطوات في البداية لكي تستطيع استرجاع جميع الأرقام المحدوفة التي قمت بإدخالها في هاتفك منذ أول مرة نقوم بالضغط هنا جهة الاتصال كما تلاحظ بهذه الطريقة وهنا نختار الإصلاح كما تلاحظ بهذا الشكل وهنا لن نذهب إلى أي مكان فقط نحن نريد الحفاظ على الأرقام التي نقوم بإدخالها في الهاتف نضغط هنا على استعادة جهة الاتصال كما تلاحظ بهذه الطريقة وهنا إعداد المزامنة جهة الاتصال جوجل يعني سوف يتم محفظ الأرقام في حسابك على الجيميل في جوجل نقوم بالضغط عليها بهذه الطريقة في هذه الصفحة يمكنك الحفاظ على مزامنة جهة الاتصال باستخدام جهة الاتصال جوجل كي لا تفقد أي منها هنا نقوم بإدارة الإعدادات بهذه الطريقة وأنت سوف تكون لديك هنا غير مفاعلة قم بالضغط عليها والتفعيل بهذه الطريقة وإذا كان لديك أكثر من حساب على الجيميل قم باختيار الحساب الذي تريد حفظ فيه جميع الأرقام أنا قمت باختيار الجيميل الموجود عندي مسبقا وهنا سوف يتم حفظ جميع الأرقام هنا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جهة الاتصال الجهاز ومزامنتها تلقائيا سوف نقوم الآن بالرجوع خطوة إلى الوراء لكن الآن إذا قدر الله وضع منك الهاتف سوف تذهب بالجيميل الذي قمنا بمزامنت فيه جميع الأرقام نذهب هنا إلى جوجل كما طرح نقوم بكتابة contact.google.com ظهرت معي في نتائج البحث نقوم بالضغط عليها بهذه الطريقة والآن سوف تجد جميع الأرقام في حسابك على الجيميل وعلى متصفح جوجل وهنا جميع الأرقام جهة الاتصال 600 رقم التي قمت أنا بمزامنتها في حسابي على الجيميل وهنا جميع الأرقام التي قمت بإدخالها في هذا الهاتف وعلى حسابي الجيميل وإذا كان لديك أي استفسار لا تنسى أن تترك لي طعليق واشترك في القناة وفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته